وبعد فالدين أهم مقصدا وإنه أجل علم قصدا لأنه يعرب للإنسان عن كل ما كلف بالبرهان وقد نظمته دررا في أصله إن تدرها جزد طريق عدله لقطها من زاخر الآثار عن الكرام سادة الأبرار والله بالقبول فيها يقضي حتى أراها في غد من قرضي ومنه أرجو أن يعم نفعها كل الورى وأن يتم صنعها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أم والاه أما بعد والخلف إن لم نعرف أن الأعدل هل جائز بما نشاء أن نعمل أولا إذ التحرف إذا يعدمون أو لا أي أو لا يجوز لنا العمل بماذا نعم والخلف إن لم نعرف هل جائز بما نشاء أن نعمل أولا وإذا يجوز العمل لنا بما نشاء لماذا إذ للتعليل هنا إذ تفيد التعليل أولا إذ التحرف إذا يعدموا لأنه لو عملنا بما نشاء لن عدم بذلك أي شيء التحري والتحري هو طلب الأولى في العمل التحري هو طلب الأولى في العمل فإذ هنا تفيد التعليل وقد جاءت مفيدة للتعليل في الكتاب العزيز وفي كلام العرب أولى أي لا يجوز لنا العمل بما نشاء لماذا لأنه بذلك ينعدم التحري وهو طلب الأولى في العمل بل نستشير واجبا من يعلم بل نستشير واجبا من نعلم وخطأ العالم في الفتوى هم المقصود بالخطأ هنا أي شيء سبق اللسان ما خطأ هو يعني ما يعرف المسألة رأسا ويجاوب عليها هو يعرفها ويتصورها جيدا لكن مثلا أراد أن يقول لا يجوز فقال يجوز سبقت لسانه فقال يجوز هل يكون بذلك العالم آثما لا هل يكون ضامنا لا لا يكون ضامنا لإثم والضمان على من على العامل وهو المستفتي وهذا إن عرف وهذا إن عرف أن تلك الفتوى باطلة وهذا إن عرف أن تلك الفتوى باطلة يعني العامل أو المستفتي إن عرف أن تلك الفتوى باطلة لزمه الإثم والضمان على سبيل المثال كما مثلت لكم يعني قال له ذلك المفتي يجوز بتلك الكلمة بتلك الكلمة مثلا بسبب كلمة يجوز أخذ عشرة آلاف ريال لو قال له لا يجوز مثلا لتحرى وتحرز ولم يأخذ تلك الأموال عشرة آلاف ريال فتبين له بطلان تلك الفتوى ما الذي يلزمه؟ يلزمه الإثم والضمان يلزمه الإثم لأنه عمل بتلك الفتوى مع أنه يعرف أن الحق في غيرها ويلزمه الضمان أن يؤدي تلك الأموال أما العالم نفسه لا يلزمه إثم ولا ضمان أما الحاكم الحاكم الذي يحكم هل يلزمه إثم محمد؟ لا هل يلزمه ضمان؟ نعم لماذا؟ نعم ملزم لأن حكم الحاكم ملزم هذا كم قال له على سبيل المثال قال له معنى يجوز وأخذ عشرة آلاف هل يلزمه أن يأخذ بتلك الفتوى؟ لا ولا قيل له مثلا قيل له لا يجوز فالتزم بذلك دفع عشرة آلاف إلى شخص آخر هل يلزمه أن يعمل بهذه الفتوى؟ لا بإمكانه أن يذهب إلى عالم آخر لكن عندما يحكم الحاكم بأن عليك أن تدفع عشرة آلاف ريال هل يلزمه أو لا يلزمه؟ يلزمه حتى هناك يعني في المحاكم الآن قسم التنفيذ يعني يلزمه المسألة ليس فيها تخيير ومن هنا قيل بأن الحاكم يضمن ومن هنا قيل بأن الحاكم يضمن لأن حكمه ملزم لأن حكمه ملزم واضح المسألة معكم وإن خفي بطلانه عليه على من؟ على المفتي أو المستفتي المستفتي فالتوب مجملا أتى إليه تجزيه التوبة الإجمالية من غير تعيين لذلك الذي وقع فيه وهذا في أي شيء هذا فيما تكون حجته بالسماع أما ما تكون حجته بالعقل أصلا ما يحتاج حد يستفتي في حد ما يكون حجته بالعقل ما يحتاج يستفتي في حد هذا الأب واضح الأمر نعم إن كان مما حجة السماع بي ولم يجد معبرا فلتنتبه فهناك قيدان لا بد أن يلتزم القسم الباب الذي بعده نعم فضل ما أحد يقوم ما أحد يقلسه نعم نعم بدأ الإمام رضوان الله عليه بتقسيم الجهل فالجهل ينقسم إلى قسمين والجهل قسمان بسيط سلما صاحبه والثان فهو من تمى إلى مركب وليس يسلم صاحبه بفعله بل يأثم الجهل قسمان قسم بسيط إيش المقصول بالقسم بسيط يبون ما يعرف القضية رأسا لا يعرف المسألة رأسا ولا يتصورها هذا هو الجهل البسيط وما الحكم فيه صاحبه معذور ولا يؤاخذ والجهل قسمان بسيط سلما صاحبه والثان فهو من تمى إلى مركب وليس يسلم صاحبه بفعله بل يأثم القسم الثاني هو الجهل المركب الجهل المركب وهو أن يتصور الأمر على خلاف ما هو عليه أن يتصور الأمر على خلاف ما هو عليه مع اعتقاده في قرارة نفسه أنه عالم بذلك الشيء ومن هنا قيل عنه بأنه مركب لأنه مركب من أمرين وهما تصور الشيء على خلاف حقيقته والأمر الثاني والأمر الثاني الإعتقاد بأنه عالم بذلك الشيء هو الإعتقاد بأنه عالم بذلك الشيء ووضح Finance بالجهل المركب نعم الجهل المركب هو أن يتصور الشيء على خلاف حقيقتي أن يتصور الشيء على خلاف حقيقتي ويعتقد أنه عادم به على سبيل المثال يعني نمثل بمثال يعني يسير حول هذه القضية يعني خارج عن الأمر إنسان على سبيل المثال يتصور بأن المسجد على سبيل المثال يتصور بأن المسجد يعني حاله من حيث البناء ومن حيث التقسيمات كحال المدرسة هكذا تصوره هذا تصور صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح تصور غير صحيح وهو عندما يسأل عن ذلك يجيب بهذا الجواب اعتقادا منه بأنه عالم بحقيقة المسجد وهو في الحقيقة غير عالم بذلك وهو في الحقيقة غير عالم بذلك نأتي بمثال من الشرع على سبيل المثال رب الفضل رب الفضل هذا رب الفضل طبعا فيه الدفع يكون إيش؟ يدا بيد لكن فيه فضل يعني فيه زيادة لأن بعض العلماء يرى الرب في أي شيء في النسيئة فقط في النسيئة فقط رب الفضل على سبيل المثال يعني هو متصور رب الفضل على خلاف صورته الحقيقية على خلاف صورته الحقيقية ويعتقد أنه عالم بحقيقته ويعتقد أنه عالم بحقيقته فإذا ما جاء يسعى الأجابة بحسب ذلك التصور الذي يتصوره والحقيقة بأن رب الفضل على خلاف ما يتصور وهو يعتقد أن رب الفضل على ما يتصور هذا جهل مركب أو جهل بسيط؟ هذا جهل مركب لأنه علم الشيء على غير حقيقته ويعتقد أنه عالم به علما صحيحا ويعتقد أنه عالم به علما صحيحا والجهل قسمان بسيط سلم صاحبه والثاني سلم صاحبه من أي شيء من الإثم والثاني فهو من تمى إلى مركب وليس يسلم صاحبه بفعله بل يأثم بل يأثم قال وباعتباره لها هنا تعود إلى أي شيء وباعتباره لدى التكلف لواسع الجهل وضيق يفي لا تقوم إلى أي شيء إلى المركب لأن الضمير يعود إلى أي شيء إلى أقرب مذكور وأقرب مذكور هو الجهل البسيط أو المركب المركب وباعتباره أي اعتبار المركب لدى التكلف أي التكليف ينقسم إلى قسمين من حيث الحكم الشرعي لواسع الجهل وضيق يفي يعني واسع جهله ويضيق على المكلف جهله قسم واسع على المكلف جهله وقسم يضيق على المكلف جهله نمثل بمثال على سبيل المثال شخص دخل الإسلام سعة 11 صباحا داخل وقت الظهر أو غير داخل ما داخل وقت الظهر وقت الظهر لم يدخل معرفة الصلاة معرفة كيفيتها بالنسبة إليه في هذا الوقت هل هو مما يسع جهله أو مما يضيق جهله كيف بعدما داخل الوقت لم يلزمه العمل يلزمه العمل إن دخل الوقت نعم مما يسع الجهل مما يسع جهله مادم لم يدخل وقت العمل مما يسعه أن يجهله دخل وقت الظهر على سبيل المثال الظهر الساعة كم نعم طيب 12 و 12 دقيقة 12 و 12 دقيقة ما الحكم هنا كيفية الصلاة هل مما يسعه جهل أو مما يضيق عليه جهله هنا مما يضيق عليه جهل لماذا لأنه لزمه العمل لأنه لزمه العمل وباعتباره لدى التكلف لواسع الجهل فالذي يسع جهله هو ما لم يلزم المكلف العمل به هو ما لم يلزم المكلف العمل به أما ما لزمه العمل به فهو مما يضيق عليه جهله فهو مما يضيق عليه جهله هذا بالنسبة للعلم أو للجهل المركب باعتبار حكمه الشرعي باعتبار حكمه الشرعي وباعتباره لدى التكلف لواسع الجهل وضيق يفي ثم ماذا قال وأي فرض فعله مؤقت فعلمه في وقته مثبته هنا بدأ يبين أي شيء وأي فرض فعله مؤقت فعلمه في وقته مثبته ما يسع جهله وما لا يسع جهله بدأ يذكر ما يسع جهله وما لا يسع جهله بدأ بأي شيء بذكر ما لا يسع جهله وما لا يسع جهله ينقسم إلى قسمين كما سيأتي ينقسم إلى قسمين تأدية مفروض وترك محجور تأدية مفروض وترك محجور أولا بدأ بذكر أي شيء بذكر تأدية المفروض أو بذكر ترك المحجور بذكر تأدية المفروض قال وأي فرض فعله مؤقت والمفترض أو ما هو تأدية للمفروض ينقسم إلى قسمين منهما يكون فرضه موقتا بوقت معين ومنهما يكون فرضه غير موقت بوقت معين بل له فسحة فيه أن يؤديه طول العمر فلا يلزمه إلا عند قرب حضور الأجل فلا يلزمه إلا عند قرب حضور الأجل أما المؤقت يلزمه أن يؤديه في وقته فقال وأي فرض فعله مؤقت فعلمه في وقته مثبته الفرض المؤقت الذي له وقت محدود كالصلاة على سبيل المثال يعني صلاة الظهر لها وقت محدود صلاة المغرب لها وقت محدود صلاة العصر لها وقت محدود هذا فرض مؤقت أو غير مؤقت هذا فرض مؤقت له وقت معلوم له وقت معلوم من لازم لازم يلزم على الإنسان علمه في وقته يلزم على الإنسان علمه في وقته فهو مما يضيق على المكلف أن يجهله عند دخول وقته مما يضيق على المكلف أن يجهله عند دخول وقته واضح الأمر معكم قال وأي فرض فعله مؤقت فعلمه في وقته مثبت يعني واجب فبعد دخول كان قبل ذلك ما يعرف صفة الصلاة صلاة الظهر بدخول وقت الظهر هنا وجب عليه أن يعلم صفتها لأن هذا الفرض فرض موقت والفرض الموقت يلزم علمه في وقته ويضيق على المكلف أن يجهله وأضح الأمر معكم وأي فرض فعله موقت فعلمه في وقته مثبت حجته تقوم ممن عبرا هذا الحجة مما تقوم به الحجة بالسماع أو بالعقل بالسماع حجته تقوم ممن عبرا المقصور بالمعبر هنا المعلم حجته تقوم ممن عبرا أي حجته تقوم ممن يعلمه ذلك مطلقا كان مؤمنا أو كافرا أو طفلا أو كبيرا أو سمع شيئا من غير أن يرى صورته أو وقع في باله ذلك أو رآه مكتوبا ففهمه فالخلاص بأن الحجة تقوم من أي شيء يعبر له صفة ذلك الواجب الذي يجب عليه وهذا هو المقصور بقوله حجته تقوم ممن ممن هذه من تفيد أي شيء تفيد العموم هذه من تفيد العموم يعني أي واحد يأتيه بحق ذلك فالواجب عليه أن يقبله ولو كان غير مؤمن ولو كان غير مؤمن لماذا؟ لأن الحق حجة بنفسه لأن الحق حجة بنفسه الحق حجة بنفسه لا ينظر فيه إلى القائل الحق حجة بنفسه والآية في سورة الأعراف الآية في سورة الأعراف وإذا قيل لهم لا وإذا فعلوا فاحشة وإذا فعلوا فاحشة قالوا ويدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها هم ذكروا أمرين وإذا ذكروا أمرين بسببهما يرون بأن فعلهم غير محرم وإذا فعلوا فاحشة قالوا ويدنا عليها آباءنا هذا الأمر الأول والله أمرنا بها هذا هو الأمر الثاني إذن هم ذكروا أمرين في أمر كانوا صادقين وفي أمر آخر كانوا كاذبين الأمر الذي كانوا فيه صادقين أثبت الله تبارك وتعالى فيه كلامهم لأن كلامهم حق بغض النظر عن القائلين وهم مشركون بغض النظر عن القائلين وهم مشركون لأن الحق حجة بذاته ما يقالوا الله هذا مشرك حتى لو جم حق لا نقبل كلامه ولذلك لما رد الله تبارك وتعالى عليهم وإذا فعلوا فاحشة قالوا ويدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشة لكن ويدتم عليها آباءكم ذلك حق وقدتم عليها آباءكم ذلك حق ورد الله تبارك وتعالى عليهم فيما كذبوه عليه قل إن الله لا يأمر بالفحشة أتقولون على الله ما لا تعلمون وقد ورد في بعض الآثار وقد ورد في بعض الآثار وإن كان هذا الآثار ضعيفاً خذ الحق ممن جاءك به خذ الحق ممن جاءك به بغيضاً كان أو حبيباً قريباً كان بعيداً كان أو قريباً ورد الباطل على من جاءك به بغيضاً كان أو حبيباً بعيداً كان أو قريباً فالحق حجة بنفسه ولا ينظر إلى قائله وهذا هو المراد بقوله حجته تقوم ممن عبرا مطلقا لأن من هنا من ألفاظ العموم وقيل لا حجة ممن كفرا أول شيء ذكر عموما ثم ذكر قال وقيل لا حجة ممن كفرا الحجة تكون ممن من المؤمن أما الكافر فليس حجة واستدلوا لذلك بقول الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وبقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وكل القولين ذكرهما الإمام أبو سعيد الكدمي رضوان الله عليه فذكر الأول في الاستقامة وذكر الثاني في المعتبر فذكر الأول في الاستقامة وذكر الثاني في المعتبر هذا حجته لها تعود على أي شيء هنا حجته حجة أي شيء حجة أي شيء حجة أي شيء الفرض المؤقت حجته تقوم ممن عبرا وقيل لا حجة ممن كفرا بل ما عدا البرا أتى في المعتبر المقصود بالمعتبر هنا إيش كتاب المعتبر لمن للإمام أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي رضوان الله عليه الناعب والكدمي والكدمي نسبة إلى كدم وهي بلاد واقعة في الحمراء نعم حجته تقوم ممن عبرا وقيل لا حجة ممن كفرا بل ما عدا البرا أتى في المعتبر إن استطعته بلا نيل ضرر إن استطعته لا هنا تعود على أي شيء ها تعود على أي شيء إن استطعته نعم فضل حال عنده شيء على المعبر إن استطعته بلا نيل ضرر يعني إن استطعت الوصول إليه من غير وقوع ضرر عليك على نفسك ولا على عيالك فالهاء هنا تعود إلى من تعود إلى المعبر حجته تقوم ممن عبرا إن استطعته أي إن استطعت الوصول إلى المعبر من غير ضرر لا على نفسك ولا على عيالك وقد تقدم ذكر ذلك عند ذكر شروط سعي إلى العلم الواجب تقدم في العلم ماذا قال هناك فضل داود ومأمن مع قوت من يكفله نعم هل عنده إشكال في هذا الأمر حجته تقوم ممن عبرا وقيل لا حجة ممن كفرا بل ما على البر أتى في المعتبر إن استطعته أي إن استطعت المعبر بلا نيل ضرر لا على النفس ولا على العيال لا على النفس ولا على العيال واعتقد السؤال إن لم تستطع معبرا يعني تستطع تجد واعتقد السؤال إن لم تستطع معبرا وطبعا الوجود الوجود ينقسم إلى حقيقي وحكمي الوجود ينقسم إلى حقيقي وحكمي الوجود الحقيقي ما واجد إنه ماشا معبر الوجود الحكمي المعبر مثلا موجود لكن لا ينتفع منه لكونه لا يستطيع أن يصل إليه لعجزه أو لوجود مهالك بينه وبين المعبر أو لأن المعبر يتكلم بلسان غير اللسان التي يتكلم بها المعبر له فهذا هذا معنى وجود حكمي يعني هو لا ينتفع وإن كان موجودا لا ينتفع به واعتقد السؤال إن لم تستطع معبرا نور هداه تتبع نور هداه لها تعود إلى من؟ نعم المعبر يجب عليه أن يعتقد أنه يسأل إذا لم يجد معبرا يعتقد يعتقد في نفسه أنه يسأل إن وجد معبرا يعتقد في نفسه أنه يسأل إن وجد معبرا واعتقد السؤال أي واجب عليه أن يعتقد وجوب السؤال عليه واجب عليه أن يعتقد وجوب السؤال عليه إن لم يجد معبرا فإن وجد معبرا فما الواجب عليه أن يسأله لكن الاعتقاد لا بد أن يكون موجودا اعتقاد وجوب السؤال عليه لا بد أن يكون موجودا حتى يكون ذلك له عذرا عند الله تبارك وتعالى واعتقد السؤال إن لم تجد معبرا نور هداه تتبع أي تتبع الحق الذي يعبره لك لكن عليك أن تؤديه كما رأيت من أدائه متمما لكن عليك أن تؤديه كما رأيت من أدائه متمما أي متمما فعل ذلك أو متمما يعود على المؤدى الأداء هو فعل الشيء أو الواجب في وقته الأداء هو فعل الواجب في وقته والقضاء هو فعل الواجب نعم بعد وقته والقضاء هو فعل الواجب بعد وقته لكن عليك أن تؤديه كما أن الأصل فيها أنها تنصب الفعل المضارع إلا أنه هنا أجراها مجرى ما فكلاهما حرفان مصدريان أجراها مجرى ما وما المصدرية هل تعمل لا ما المصدرية ليست تعمل وهذا على لغة بعض العرب الذين يعاملون أن معاملة ما أو يجرون أن مجرى ما وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها أخوات في أي شيء في المصدرية وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا أي حيث تعمل بش المقصود لكن عليك أن تؤديه كما رأيت من أدائه متمما على سبيل المثال شخص شخص قامت عليه الحج أن هناك صلاة قامت عليه الحج أن هناك صلاة وهذه الصلاة مثلا صلاة الفجر وأن وقتها من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس من طلوع الفجر الصادق وببدء شروق الشمس ينتهي وقتها قامت عليه الحج بذلك أن هناك صلاة اسمها صلاة الفجر وهذه الصلاة هذا هو وقتها لكن لم تقم عليه الحج بصفتها وكيفيتها لم تقم عليه الحج بصفتها ولا كيفيتها لكن وقع في قلبه بأن هذه صلاة الفجر يركض كيلو يصير يركض كيلو يركض كيلو ساير وكيلو راجع هل يقوم بذلك أو لا يقوم قالوا يقوم هذا هو المقصول بقوله لكن عليك أن تؤديه كما رأيت من أدائه متمما يعني وقع هكذا واضح الأمر معكم وهذا الأمر ذكره من ذكره الإمام أبو سعيد الكدمي ذكره الإمام أبو سعيد الكدمي وذكره الإمام بن بركة وذكر له صورا وذكر له صورا لكن هذا الأمر ليس موضع اتفاق وهذا هو تحكيم العقل حيث لا يوجد شرع تحكيم العقل حيث لا يوجد شرع أما تحكيم العقل حيث وجود الشرع هل هو جائز لا لا يجوز لا يجوز فذاك باعتبار ما للشرع موافق لا باعتبار طبعي فالشرع يحكم حيث كان موجودا اما ما لم يكن هناك شرع فمن العلماء من اجاز تحكيم العقل حيث لا يوجد شرع ومنهم الامام ابو سعيد والامام ابو محمد الامام ابو سعيد والامام ابو محمد وذكر ذلك ايضا صاحب الضياء الامام العوتبي وذكر ذلك ايضا صاحب الضياء الامام العوتبي وقد سمى الامام السالم رضوان الله عليه جملة من اولئك الذين قالوا بجواز تحكيم العقل حيث لا يوجد شرع سماهم في في أي كتاب في معارج الآمال سماهم في معارج الآمال وذكر الإمام رضوان الله عليه هذه المسألة في المشارق ذكر هذه المسألة في المشارق لكن عليك أن تؤديه كما رأيت من أدائه متمما فإن تكن موافقا بعدين حص المعبر وسأله ووجد على سبيل المثال بأن الفرض كما فعل لو كان واحد مثلا قامت عليه الحجة أن هناك صلاة فير وأن وقتها من كذا إلى كذا ولكن وقع في ذهن بأنه يصلي ركعتين على الصفة التي نصليها هل عمله وافق المشروع أو لم يوافق المشروع وافق المشروع هل يلزمه هل يلزمه بدل لا لا يلزمه بدل فإن تكن موافقا صدق العمل وفقك الباري فإن تكن موافقا صدق العمل وفقك الباري على سبيل المثال هذا بركض كيلوين وافق المشروع أو لم يوافق المشروع لم يوافق المشروع صابح من الصبح يركض نعم هل يلزمه البدل أو لا يلزمه خلاف وهذا هو المقصول بقول وإن لا أي وإن لا يوافق فعله المشروع هذه إلا أي إن ولا إن الشرطية ولا يقول الله إلا تنصروه أي إن لا يوافق إن لا يوافق فعله المشروع فاختلف في البدل عليه قيل يلزمه البدل وقيل لا يلزمه وإلا فالبدل مختلف فيه لماذا الذين قالوا بأنه يلزمه البدل قضية واضحة لأن فعله كان على خلاف المشروع لكن الذين قالوا بأنه لا يلزمه البدل الذين قالوا بأنه لا يلزمه البدل ما حجتهم قالوا في ذلك الوقت ذلك هو الواجب عليه أن يعمل أن يعمل بحسب أن يعمل بحسب ما يتصور الفرض وأدى الواجب عليه لماذا نلزمه بواجب آخر وإلا فالبدل أي وإلا يوافق فعله المشروع فالبدل مختلف فيه وإلا فالبدل مختلف فيه ومع من أثبت قولان الذين أثبته ها هنا تعود إلى أي شيء البدل أي ومع من أثبت قولان بالفور ودين مثبته يعني الذين قالوا بالبدل أيضا اختلفوا هل يلزمه البدل على الفور أو يلزمه على التراخي يكون يعني دين هذا هو المقصول بقوله دين بمعنى أن له أن يؤديه بعد ذلك ليس له وقت معين فهذا هو المراد بقوله ومع من أثبت قولان أي ومع من أثبت البدل قولان منهم من قال بفور البدل ومنهم من قال بالتراخي واضح الأمر بإمكانكم أن تطالعوا هذه المسألة في المشارك يعني الإمام السلم رضوان الله على التوسع فيها في المشارك وأيضا شيخ أحمد حفظه الله ما في الصيف الماضي في الصيف الذي قبله أجاب عن هذه المسألة جوابا طويلا تتذكروا ألا ما تتذكروا هل تتذكرون عمالك مجاسم من التصورين قداموا لك ذاك نعم أجاب عن هذه المسألة الشيخ جوابا طويلا من شاء أن يسمع الجواب أجاب لكن الشيخ الكلام الذي ذكره هو الكلام الذي ذكره لإمام الثاني من رضوان الله عليه لكن طبعا الشيخ شرح وصور هذه المسألة يعني شرح شرح غير على القراءة واضح الأمر لكن الكلام الذي ذكره الشيخ حفظه الله هو الكلام الذي ذكره الإمام السالم رحمه الله نعم هل عنده إشكال في هذا الأمر؟ نعم واعتقد السؤال في الأبيات عندك إشكال؟ في الأبيات نعم نعم هو الواجب عليه هو الواجب عليه يعتقد الأداء سيأتي هذا الكلام عند الكلام عن غير مؤقت العمل يعتقد الأداء حتى حين حين حضور الأجل فإذا حضره الأجل فالواجب عليه هناك عاد عاد لم يكن هناك من الوقت لكن طبعا هذا الكلام فيه إشكال لم يكن هناك من الوقت يعني إلا أن يؤدي فالواجب عليه أن يؤدي فإن لم يكن متمكنا من الأداء في ذلك الوقت ما الذي يلزمه؟ يلزمه الوصية يلزمه الوصية لكن سيئة كلام في غير المؤقت بأن المسألة ليست على إطلاقها هناك من العلماء حتى المؤقت قال يلزمه أن يعلمه أن يعلم كيفيته وحقيقته بعدين الأمثلة التي ذكرها الإمام السالم رضوان الله عليه لم يتفق على أنها من الفروض غير المؤقتة وذكر الزكاة والحج والزكاة وحد الإمام السالم رضوان الله عليه رجح بأنه مما يجب على الفور والحج هناك جملة من أهل العلم رجحوا بأنه على الفور أيضا ومنهم من منهم الإمام نعم فضل والشيخ أحمد ومنهم الإمام ابن بركة من المتقدمين الإمام ابن بركة من المتقدمين وذكر الإمام السالم رضوان الله عليه هذا الكلام في أي مكان في شرح الجامع الصحيح في الجزء الثاني في شرح الجامع الصحيح نعم واعتقد السؤال إن لم تستطع معبر النور هداه تتبع لكن عليك أن تؤديه كما رأيت من أدائه متمما فإن تكن موافقا صدق العمل وفقك الباري وإن لم توافق فالبدل مختلف فيه ومع من أثبت قولان بالفور ودين مثبته ثم ماذا قال وإن يكن غير موقع العمل إيش هذا وإن يكن غير موقع العمل الفرض وإن يكن غير موقع العمل وإن يكن غير موقع العمل فواسع جهلكه إلى الأجل ما لم تكن هذا جواب على سؤالك ما لم تكن معتقدا لتركه يعني يسعه يسعه الجهل به ما لم يكن معتقدا لتركه فإن كان معتقدا لتركه كان هالكا فإن كان معتقلا لتركه كان هالكا على سبيل المثال يعرف الحج ووجوبه عليه وصفته لكن يعني هو من الفروض غير المؤقتة يعني يسعه يسعه أن يجهل به حتى حتى الأجل لكن ما الشرط شرط عليه أن يعتقد أن لا يعتقد تركه فإن اعتقد تركه كان هالكا يعني يعتقد وجوب ذلك عليه فإن اعتقد الترك كان هالكا واضح الأمر معكم نعم وإن يكن غير موقع العمل فواسع جهلكه إلى الأجل ما لم تكن معتقدا لتركه وقيلك الأول نضم سلكه إيش هو الأول إيش هو الأول مو الأول مو بذاكر هذا الثاني مو الأول الفرض المؤقت وقيلك الأول نضم سلكه أن يلزمه يلزمه أن يعلم ذلك ويضيق عليه جهله فحاله كحال أي شيء فحاله كحال الفرض الموقت من حيث العلم هذا بالنسبة للعلم والذي يسعه أن يؤجل فيه إلى الأجل هو العمل أما العلم فيلزمه أن يعلم ذلك ويضيق عليه جهله فيلزمه أن يعلم ذلك ويضيق عليه جهله وهذا هو المقصود بقوله رضوان الله عليه وقيلك الأول نضم سلكه وقيلك الأول نضم سلكه واضح الكلام معكم أين أحمد العدو اليوم نعم وقيلك الأول نضم سلكه إيش هو الأول الفرض الموقت لأن الفرض الموقت بدخول وقته يلزمه أي شيء يلزمه العلم ويضيق عليه الجهل يلزمه علمه ويضيق عليه جهله ثم مثل الإمام رضوان الله عليه بشيئين على الفرض غير الموقت وذاك مثل الحج والزكاة لأن وقت ذين للممات هناك بالنسبة للزكاة منهم من قال بأنه معنا يسع جهل أدائها إلى الأجل وكذلك يسع أيضا ترك الأداء طبعا مع اعتقاد عدم الترك يسعه ترك الدفع إلى الأجل والصحيح الذي صحاه الإمام السالم رضوان الله عليه هو القول بأن الزكاة من الفروض الموقتة بأن الزكاة من الفروض الموقتة وخصوصا أنها تأتي مقترنة بالصلاة في القرآن الكريم أما الحج نعم فالمشهور في المذهب تراخي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية حج بعد عشر حجج من هجرته ولا أنكر على من تخلف عن الحج من أمته يعني هل حج معه جميع المسلمين لا ولا أنكر على من تخلف عن الحج من أمته كما جاء في حديث الإمام الربيع رضوان الله عليه هم أبو حفص بغرب الأجل وجعلي 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 أي شيء وجعلي جزية على التمهلي يعني عمر بن الخطاب رضوان الله عليه كان في هذه القضية شديدا فهم بضرب رقاب الذين تركوا الحج مع قدرتهم عليه وضرب الجزية عليهم يعني على اعتبارهم إيش نعم على اعتبارهم ما مسلمين وضرب جزية على التمهلي وذاك مثل الحج والزكاة لأن كثير من الناس خصوصا في الزمن الماضي كما يذكر أهل العلم كان يتهاون هو عنده أموال مستطيع وكذا لكن يترك هذا الأمر حتى إذا ما حضره الموت كتب وصية حتى إذا ما حضره الموت كتب وصية بخلاف الحال الآن يعني الحمد لله المسألة فيها معنى وعي وإن كان طبعا في السابق الحج كان أعظم مشقة من الآن يعني ذكر لنا بأن فريقا من بلد من البلدان ذهبوا إلى الحج سباة عشر ورجعوا اثنين اثنين رجعوا اثنين يعني كان طريق مخوف طريق مخوف نعم ولهذا السبب أفتى لإمام الربيع رضوان الله عليه لإمام عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن رستم بعدم وجوب الحج عليه بعدم وجوب أن يحج بنفسه وينيب عنه نائب لأنه كان يخشى عليه من ملوك بني العباس لأنه كان يخشى عليه من ملوك بن العباس وأفتاه بعض الأصحاب في مصر وأفتاه بعض الأصحاب في مصر عالم كان معاصرا للإمام الربيع بسقوط الحج عنه رأسا لأنه غير مستطيع إن لم يكن هناك أمان فلا استطاعة لأنه غير مستطيع ما لك تنود خلفان مو عندك هناك تنود مو فيكم تغمض عيونك شوف نعم انتبهوا هل عنده إشكال في هذا الأمر وذاك مثل الحج والزكاة لأن وقت ذين لماذا هما فرضان غير موقتين العمل لأن وقت ذين للممات وذاك مثل الحج والزكاة لأن وقت ذين للممات ثم ماذا بعد ذلك وواسع جهلك بالمحرم نحن على كل حال نقف هنا حد عنده إشكال في الأبيات تصورتم معناها أنا أحب لكم أن تعلقوا على المنظومة نفسها يعني تكون الإنسان عند منظومة خاصة به ويعلق عليها بحيث يتصور معاني الأبيات تصورا جيدا يكونوا تصورين معاني الأبيات والجهل قسمان بسيط سلم صاحبه والثاني فهو من تم إلى مركب وليس يسلم صاحبه بفعله بل يأثم وباعتباره لدى التكلف لواسع الجهل وضيق يفي وأي فرض فعله موقت فعلمه في وقته مثبت حجته تقول ممن عبرا وقيل لا حجة ممن كفرا بل ما عدى البر أتى في المعتبر إن استطعته بلا نيل ضرر واعتقد السؤال إن لم تستطع معبرا نور هداه تتبع لكن عليك أن تؤديه كما رأيت من أدائه متمما فإن تكن موافقا صدق العمل وفقك الباري وإلا فالبدل مختلف فيه ومع من أثبته قولان بالفور ودين مثبته وإن يكن غير موقع العمل فواسع يهلكه إلى الأجل ما لم تكن معتقدا لتركه وقيلك الأول نظم سلكه وذاك مثل الحج والزكاة لأن وقت دين للممات الأبيات واضحة ما فيها إشكال سبحانك اللهم وبحمدك نشجد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم